هل هذه ستكون الكارثة التي تفوق الخيال؟ سؤال يتردد على أذهان الجميع لم لا؟ والشرق الأوسط قد يشهد اندلاع حرب أخرى بالإضافة إلى المستمرة في قطع غزة منذ أكثر من تسعة أشهر ولكن حرباً هذه المرة قد تؤدي لعواقب وخيمة على المنطقة وخارجها خاصةً وأن الطرف هذه المرة هو حزب الله اللبناني فيما الطرف الآخر إسرائيل التي تبدو أنها تريد أن تفتح جبهات الحرب بيدها في منطقة باتت على صفيح ساخن منذ 7 أكتوبر الماضي وحسب مراقبين وإذا تصاعد هذا الصراع ووصل إلى حرب شاملة فقد يؤدي إلى ضمار أكبر مما حدث في غزة ويجذب الجماعات المدعومة من إيران في العراق وسوريا واليمن ويشعل الصراع في جميع أنحاء الشرق الأوسط ويورط الولايات المتحدة الأمريكية ويمكن لإيران أن تتدخل بشكل مباشر فلم يكد غبار الصاروخ الذي سقط في بلدة مجد الشمس يهدأ حتى صارع التل أبيب لتوجيه أصابع الاتهام إلى حزب الله اللبنانية محملة إياه المسئولية ومتواعدة بتكبيده ثمناً ضاهداً على الرغم من نفي الحزب نفياً قاطعاً مسؤوليته عن الهجوم الذي أصفر عن سقوط عشرات القتل والجرحة إذن تتجه الأنظار هذه المرة نحو الحدود الإسرائيلية اللبنانية وسط توقعات بساعات ساخنة ربما تتحول إلى حرب تموز جديدة في ظل تهديدات إسرائيلية تشي بأن حادث مجد الشمس وما سيليه من تبعات سيشكل نقطة تحول دراماتيكية في الصراع بين إسرائيل وحزب الله اشتركوا في القناة